موسيقى واحدة بتقول يا بونا انا سمعت الموضوع اللي قدسك قلته في اخر مايو او اول يونيو عن الكسل لقيت اني وصلت لمرحلة فتور بسبب الكسل ولكن مش انا بقالي اكتر من خمس شهور المشكلة الحقيقية اني وصلت لمرحلة تواهان اني مش متخيلة يعني ايه الحياة الابدية بخاف من نفسي اني يكون حرب فكر توصل للالحاد او حرب في الايمان ببقيت عايشة اليوم بيوم وخلاص من غير هدف ومش عارفة اعمل ايه ومحبطة جدا من نفسي وعندي مشكلة تانية اني عارفة ممكن يكون لا بص يا بنتي ما طلق بطيش نفسك الموضوع بسيط قوي انتي دلوقتي بتعاني من مشكلة كسل جابتلك مشكلة فتور روحي وعدم احساس بربنا وعدم رغبة في الصلاة انا هقولك حاجة لو احنا تخيلنا ان انا مليش مود للمذاكرة ولا مزاج للمدرساكرة وكل ما افتح كتاب نفسي تقفل وعارفة ان عندي امتحان والامتحان ده سقوط نجاح والسقوط فيه مشكلة هتبقى كبيرة قوي بعمل ايه بغصب على نفسي اذاكر ولو الحد الادنى ولو تفتكري احنا من اسبوعين ثلاثة اربعة تكلمنا في موضوع قولنا ابتدي بالقليل حتى لو كان القليل ده خمس دقائق الصبح خمس دقائق الظهر خمس دقائق الليل خمس دقائق صلاة خمس دقائق صلاة خمس دقائق صلاة كبداية كبداية وبعدين البداية هنبني فقيها والخمس يبقى سبعة والسبعة يبقى عشرة والعشرة بربع ساعة وبعد كده يبقى فيه تمتع بربنا ترجمة نانسي قنقر